وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار النائب البطرياركي العام للموارنة ولشبه الجزيرة العربية جوزيف نفع أهلا بك معنا في نشرة الأخبار بداية دعنا نتحدث عن أهمية هذا الملتقى والرسائل والقيام التي يحملها أهمية الملتقى أهمية أساسية لبى العالمية نعم خاصة أنه يخرج من أرضنا العربية اللي هي منطلق كل الديانات والحضرات حتى شي ملفت للنظر أنه نحن نرجع نودي هالرسالة للعالم أجمع أنه كل الثقافات والديانات معمولة للتعايش والتعاون وبناء عالم أفضل نعم باعتقد نحن عنا رسالة كتير كبيرة إن كان للشرق وإن كان للغرب وإن كان للعالم كله سوى نرجع يمكن نوعي الكل على دورنا كديانات وكثقافات إنه ممكن نتعاون ونعمل مع بعضنا عالم أفضل بكتير من العالم اللي للأسف بأوقات كتير عملناه قائم على الحروب واللي دمر الجميع وخلينا كلنا سوى نخسر اليوم مع جلالة الملك ملك البحرين نحن نفتح صفحة جديدة للتعاون بين كل الشعوب لبناء عالم أفضل نعم إذن هذا الملتقى هو دعوة للتأخي ولبناء عالم أفضل بدعوة من أصحاب الأديان وممثلين جميع الأديان على وجه هذه الكرة الأرضية صحيح دون أن ننكر أنه هالمبادرة أخذ جلالة الملك وتلقف رئيس كنستنا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بصدر رحب رغم حالته الصحية اللي منعته أنه يزور بلدان كثيرة ومنهم لبنان نحن نخسرنا هالزيارة أصر أنه يجي على البحرين لأنه حقيقة شايف فيها رسالة مميزة ما ممكن حدا ما يلبيها لأنه إن شاء الله بتكون خليني أقول فصل جديد من تاريخ شارعنا وكل العالم يكون فيه أمل لأولادنا وللأجيال القادمة أنه يكون عندنا مثل ما قلنا عالم أفضل أفضل بالسلام وبالتأخي نعم وهذا ما يؤكد حقيقة رؤية جلالة ملك البلاد المعظم على تعظيم هذه الرسائل والرؤى شهد الملتقى إطلاق جائزة الملك حمد للتعايش السلمي كيف تنظرون إلى هذه الجائزة؟ أنا لفتت نظري جدا هالقصة إنها المبادرة الأولى أن يكون فيه جائزة للتعايش للتسامح للتآخي للعيش معنا نعم عم نشوف بالعالم جوائز مختلفة كلها منيحة ما عنا شي ضدها جوائز بالعلوم وجوائز بالاختراعات ولكن عم نلاحظ أنه كل التأدم والعلوم والاختراعات اللي بيعملها للإنسان قادر أنه يدمرها بحرب واحدة فهذه الجائزة رح تجي تتوج الكل أنه حافظ أولا على بعضنا البعض نسمح للتطور أنه يستمر بالعالم هذه الجائزة إن شاء الله بتكون حقيقة وخز الضمير لكل إنسان بيحط حرب أو بيحط سراع في العالم ويعرف أنه حتى ولو كان عم يعمل أكبر الإنجازات هو عم يدمر إنجازاته اللي هو عم يعملها إذا ما عاش التآخي وإن شاء الله كل سنة بنرجع بنشوف أشخاص عم يكرموا بها الجائزة المباركة حتى الثالث ضل درس لألنا كلنا سوا ونعرف شو هو دورنا وهدفنا بناء سلام للوصول لعالم أفضل إذن هذه الجائزة هي دعوة لبناء العالم من جديد من خلال التآخي والتعايش النائب البطرياركي العام للموارنة ولشبه الجزيرة العربية جوزيف نفاع كنت معنا في الستوديو شكرا جزيلا لك شكرا لكم